اشتركوا في القناة نعمل كل روح شرير يحاول أن يعيق كلمتك الآن في وسطنا باسم الرب يسوع ونعلن دمك علينا الآن أيها الرب وعلى كل واحد للخلاص للشفاء والتحرير آمين ثم آمين ثم آمين هالله نذهب مع بعض لكلمة الرب ورائع بالموضوع أنه نحكي عن مجموعة يسوع الاثناش أقرب المقربين ليسوع ورائع أنه لما نحكي عن هذول اتناعش ليسوا وخاصة جزء من رؤية الكنيسة هي أن نتلمز جزء من رؤية الكنيسة هي أن نربح نسبت نتلمز ونرسل هذا جزء من رؤية الكنيسة الكنيسة هي الفياضة موجودة يا أحبائي لكي تخدم الرب في كل أنحاء لبنان والشرق الأوسط كنيسة الحياة الفياضة موجودة لكي تربح نفوس تتلمز نفوس ترسل نفوس تثبت نفوس وترسل نفوس الموضوع هام أنه نعرف كيف كانت طريقة الرب في الموضوع يسوع كان يقف ويعز أمام ألفات يسوع كان قبل ما يدخل إلى أي قرية حضروا له اجتماعات لألفات كان كل يوم في البيت يكون عنده مجموعة ألفات أو ناس في قلب البيت مئات لربما وكان يعلم بالهيكل ويكون في ألفات من الناس وكان يشفي وكان يحرر كل يوم الكتاب يقول قال كان يجول يصنع خيرا يشفي جميع الذين تصلت عليهم إبليس الكتاب يقول بأنه كان يذهب يعلم بالمجامع يعز في المدن ويشفي المرضى ثلاثة أمور كانت معلمة بخدمة الرب يسوع وأنا اليوم أريد أن أتحدى كل شخص الآن أنه هذه اللي بيسوع يكون فيك أنت أيضا قال لي بس هيدا يسوع بس لاحظ معي الرب يسوع المسيح إذ نظر إلى التلاميذ قال كما أرسلني الآب هكذا أنا أيضا أرسلكم بمعنى آخر بنفس الإرسلية اللي أرسلني فيها الآب لماذا أرسلني الآب أرسلني لكي أعلم أرسلني لكي أعز أرسلني أيضا لكي أشفي أمين طلب لحدا كله علم عز واشفي وهذه الإرسلية كما أرسلني الآب الله يريد أن يرسلك هكذا أيضا أرسلكم رائع بالموضوع كان فيه أصدقاء ليسوع وواحد منهم تعرفوا اسمه علي عازر علي عازر وعنده أخوة اسمه مرتا ومريم وكانت مرتا بطلة بطلة أرسلين بهذا الوقت بالتبولة وكان معروفة من أكبر واحد يطبخ وني كانت مرتا ويشتغل بالمطبق وكان يحبه بس يجي يسوع يعملونه قاعدة كان دائما هيك يعدوا مع يسوع كان عنده أصدقاء يسوع يسوع لم يكن مشرد يا أحبائي في أشخاص عندهم فكرة يعني بس يحضروا حتى أفلاهم عن الرب يسوع يفتكروا هيك لابس تيب مخزقة تيب خيش وماشي بصندال وما معه يأكل يا حرام هيك بتخيلوا يسوع يسوع كان يسكن في بيت ما كان مشرد أمتى يسوع صار ببستان جاسيماني؟ آخر أسبوع آخر أسبوع يا أحبائي الكتاب يقول افتقرة لكي نختني نحن بفقرة آخر أسبوع حدث الذي حدث وأسبوع الألم وأنا وياك بنعرف كل هذه التفاصيل لكن الآن أريدك أيضا أن تفتكر معي بأن يسوع إذا لم يكن مشرد كان ساكن مع أشخاص 12 واحد وهي دول حبيبات قلبه يعني هيدول رفقة يسوع اللي كان مفروض أن يتلمزون يسوع علم ألفات لكن تلمز 12 ومشانهيك اليوم أنا بدي إياك تنتبه بأنه لربما أنت تستنزف طاقاتك في أشخاص بتلاقي وين ما بتروح يعني في أشخاص بعرفة بتقول مبارح طلب الرب معي خمسة أول مبارح الشي ثلاثين لقبله مية هاللويا نشكر الله من أجل هذا الموضوع لكن اليوم بدي أسألك لأن كم واحد أنت تتلمز وهذا هو السؤال اليوم الله يريد أن يحطه على حياتك لذلك لا يحتاج أنك تكون جزء من المجموعات الكنيسة ليس كم أنت تربح للرب وكم أنت تعيش للرب الشخص الذي لا يتلمز ولا يتمم خدمة يسوع لذلك أنت مدعو أنك تكون سامري صالح لشخص واحد أقل له شخص واحد بأنك تغسل جراحه أنك تضمت جراحه بأنك تعتني به بأنك تضعه في الخان إلى أن تعود مجدداً وتهتم به وتدفع كل المسائل وتشوفه وقف على إجره وعيش حياة طبيعية الآن أن تذهب وتفعل هكذا مع شخص آخر هذه هي دعوتك طلب لحدك له هذه هي دعوتك له كمؤمن مسيحي اليوم أنت ليس فقط ما دعو أن تكون عابد لكن أنت تكون له هيك طلب ليس ما هذا يطلب فيه الآن كل واحد يحكي مع أحده حكي مع أحده حكي مع أحده قال له إليلا إليلا قال له ما هذا يطلع فيهم معروف يستحي لأنا لا أطلع كل واحد بالأحدك قال له الآن أنت مدعو أنت تكون عابد وأنت تلمز لاحظ الإرسالية العظمى الإرسالية العظمى ليست لاحظ أرب يسوع ما قال له نذهبوا وبشروا جميع الأمم وتركوهم لاحظ إذهبوا تلمزوا جميع الأمم علموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم في ناس بواب مرة كنت قاعد مع شخص بأميركا يعني أسيس قال هاللويا يسوع صار في يجي لأن نحنا بشرنا كل الناس دهشتنا نقول قال إيه نحنا عنا هلأ برامج على التلفزيون بكل أنحاء العالم محل ما بتروح فيه يفتح تلفزيون وشوفنا قال له أنت واهم هلأ هو تفاجأ بس أنت له قال لي لي عمتوا ليك تولوا بكل بساطة أولا نشكر الله من أجل التلفزيون نشكر الله من أجل الساتليت والله يستخدم هذه الكنيسة الآن على التلفزيونيات نشكر الله من أجل هذا الموضوع نشكر الله من أجل كل وسائل الاتصال فينا نوصل كلمة الله من خلالهم لكن من قال أنه هيدول الناس بدون يحضروك وما يحضروا بيواتش يعني يعني أنه ليه بد يقعد يحضرك لك اثنين يسوع لم يدعيك أن تبشر يسوع دعاك أن تتلمز بشان هيك التلمزة تكون جزء من شعب الله من الكنيسة جزء من التلمزة أنك تتبع تتابع تهتم ترعى التلمزة فيها تعب تعرف كيف كان يسوع يتلمز أنا أبدأ أعلمكم اليوم طريقة تلمزة رائعة كان قاعد معهم ليل نهار هاي طريقة يسوع بالتلمزة كان عمل لهم كورس ثلاث سنين ونص واللزة بالموضوع أنه بعد ما خلصوا ثلاث سنين ونص عمل لهم الشهادات بتوزع لهم عليهم يعني شهادات لهوت وإذا طلعوا كلهم سقطين ما هذا فهم شي من شي قالوا يسألوا يا رب متى ترد الملك لإسرائيل عم تخيل يسوع مطلع يا أولاد الأفاعي وليه صار لي ثلاث سنين ونص نبح صوته هذاRight هل هل تتخيله تتفديه أنه أعرفوا كل شيء لكن كانوا بحتاجين إلى الديناموس Przy YouTube الروح القدس أن تحل عليهم همين همين عندك مشكلة بالموضوع روح على التاريخ الناس يقولوا أقدم كنيسة بالعالم خمس سنية بلشت بالعلية منيك بيوم الخمسين بزن خمس سنية انت متعصب لا لا الموضوع الآن يقرى الانجيل يقرى الانجيل قال عندما حل يوم الخمسين الموضوع الآن يا أحبي التنلون قوة ما تحل عليكم روح القدس وتكونون لي شهودا بمعنى آخر أنت لا تستطيع أن تعمل الإرسلية العظمى من دون امتلاء من الروح القدس ولا تكون عم تعملها بقوتك الشخصية الله يريد أن يستخدم الديناموس تعرفش يعني قوة تنلون قوة قوة بالأصل اليوناني ديناموس جاي من كلمة دينامو جاي من كلمة ديناميت قال تنلون ديناميت ما تحلع وشاناك تطلع بالأشخاص منتين يبروح القدس تكررون غاربين تقول مدرشوا بيه هذا فيو ديناميت عبينفجر حاللويا 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 آمين ثم آمين ثم آمين رائع بالموضوع أنه يسوع يعلم بأنه هيدول اتناعش سوف يوكلون مهمة الاهتمام بالكنيسة من بعد أنه يطلع عند الآب ورائع بالموضوع أنه كيف نقيهن من كل الصفات هذا دليل يا أحبائي بأن يسوع لا يرفض أحد هذا دليل لما تدرس حياة كل واحد أنا بحب أن أقعد أدرس أشخاص يعني شاناك تشوف معظم الكتب لعندي أن أشخاص غيروا التاريخ رجلات نهضة تلميذ لأسوء وبحب أن أقعد أدرس أشخاص وشخصيات وأطبع وكل هذه المسائل إذا تقعد تدرس هؤلاء الأشخاص كيف هؤلاء الأشخاص رجلوا مع بعض ما هذا الفريق؟ يعني أنا أعرف إذا أنا أريد أعمل فريق أريد أشخاص ينسجموا بعض مع بعض ليس أشخاص لا يوجد أشخاص لا يوجد شيء يجمعهم سواء لا يوجد شيء يجمعهم سواء لكن يسوع بالفريق الذي اختاره وضع أشخاص لا يوجد شيء يجمعهم سواء يعقوب ويوحنى أولاد الرعد لماذا؟ كانوا أشخاص يقعد عن شماله ويقعد عن يمينه يريدون أنزلوا نار ويعملوا بربكيون الناس رجال عصابات نوعاً زعران يعني نققى اثنين وليه تشارع هؤلاء؟ هؤلاء دخالتهم المفروض معايا؟ لا ليس فقط هكاً يستخدموا الواسطة أمهم تتقعدوا واحد عن شماله واحد عن يمينه بالسماء نلاحظ الآن هؤلاء الاثنين مع اثنين تانين كمان أخوة اسمهم اندراوس هؤلاء اثنين أخوة اندراوس أحب الصلاة يعني أنا تخيل اندراوس لما يكون قاعد مع هؤلاء الاثنين يا شباب أحب أن نصلي لا أعلم أحب دائماً أحب الأجواء مدمن تبعية اندراوس أحب أحب يضل بالكنيسة كل يوم كل يوم كل يوم هذه شخصية اندراوس أحب يصلي أحب يشفى على الآخرين وين لا ترى اندراوس ترى اندراوس يأتي بأحد لدي يسوع يعني هذه الشخصية الرائعة يعني اندراوس لكن أيضاً يسوع يحب فليبوس شخص ممتلئ من الكلمة حافظ الكتاب المقدس لكن لا يوجد إيمان فليبوس يسوع أحب شخص مثل تومة هذا لا أعرف كيف يسوع أحبه بس بس نا تومة غريب هالتومة يا أحبة تومة أنا أقول كان مصدر يعني عم تخيل يسوع لاحظوا معي الآن أو تخيل معي يعني كون ما عندك مخيلة واسعة تخيل يسوع ماشي الكتاب يقول وإينما كان يسوع يذهب كانوا هيدول يتبعوا ماشي 12 أحد ماشي وراء حول منه وكانوا عملين مثل أنا أقول هكذا اللقاطين بعضهم هكذا والناس عم تدافع أنا أقول يا شباب طولوا أنا أقول أن دراوس كان فوت 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 دراوس يحب الناس تجير عندي يسوع لكن وليد الرعد وقفين وراء وحطين واحدة ما دين لوراء وليه أولاد الرعد واني كان وتخيل ماشيين وراء وعم تخينقوا مع بعض أو تشارعوا سوا والكتاب يقول كيف تعرف كذا مرة تقرأ في الكتاب المقدس قال ودخل وليه تشارعوا مع بعض تخيل يقول أمتى يعني شوف أصعب أصعب المواقف الكتاب يقول يا أحبائي أن يسوع أجل عند التلميز بالعشة السري يعني نهار بعد نهار ويسوع يخرج للسماء بعد نهار ويسوع ينتقل صح أو لا ويتم الموت ويتم القيمة مظبوط قال والرابع يقول أنني سأتقلم سأتقلم سأتضرب ومفروض يكون في جو غريب يعني يكون أنه عندما أحد يحكي هذه الكلمات يكون في جو غريب بين المجموعة كلها ما يقلقنا ما يحكي معنا لكن تعرف ما كان يتخانا وكل أياتهم من الأعظم فيهم أنه الآن هو فالل من سيصبح الريس تخيل هذه المجموعة الطابعة يسوع شخصية 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 لا لا تشبه بعض لبعض نهار الجمعة تحدثت عن واحدة من هذه الشخصية واحد من هؤلاء تخيل اثنان أخوة عندهم كان عصابة اسمها عصابة أولاد الرعاة جاكتات جلد وموتسيكليت كان في اثنان أخوة صيادين كمان سمك لكن واحد منهم لم يقل ودخل بالثاني اندراوس لا يشبه بطرس أبدا نبدأ نتحدث عن الثاني ونطرس للآخر وفي ايضا اثنان اخوة بالحقيقة لهم يعقوب ويهوذة هذول اشخاص غير يوحنى ويعقوب ببقى بحكى ايضا عنهم بالحقيقة بال ايضا باليام الجاية يعقوب ويهوذة غير يهوذة الاسخريوتي كان في واحد شكاك عقلاني وشكاك كان في واحد حزبة هذا الذي قلنا عنه الأسبوع الماضي وهو السمعان الغيور وايضا كان في واحد مثل متة اللي اليوم سيحكي عنه وهو لا يشبه ولا واحد من كل هذول اذهب معي الانجيل متة لصحة التاسعة هللويا قال وفيما كان يسوع لاي تسعة متة تسعة تسعة وفيما كان يسوع مارا بالقرب بالمكتب جباية الضرائب رأى جبيا اسمه متة جالسا هناك فقال له اتبعني في الحال قام وتبعه في الحال قام وتبعه مجددا وفي الحال قام وتبعه أنا أحب أسأل الآن لماذا أول شي يسوع عاطع من هناك هذا واحد واثنين شو لماذا تشافوا بيسوع لخلاف في الحال يترك كل شي ويقوم يتبع الكتاب يقول إذ قال لهم يعقوب ويوحنى إذ قال لهم انه اتبعوني تعرف شبه الكتاب قال في الحال تركا القارب والشباك وأبوه ما زبدي وتبعوا تركوا بيهم شغلهم سليلتهم مضيهم كل شي يقاموا وتبعوا كل شي هنا نقرأ عن هذا الرجل الذي يدعى متى اللي بالحقيقة هو يناقض كليا الرجل اللي حكينا عنه نهار الجمعة اللي يدعى سمعان الغيور تذكر معي بأن سمعان الغيور كان حزبي يتبع حزب الغيوريين وهذا الحزب الغيوريين كانوا مناضلي يعني مقاومة ضد الاحتلال الروماني في هذا الوقت معي كان فيه طبعا مملكة وكانت مسيطرة عليها هذه المملكة الامبراطورية الرومانية اللي كانت تمتد بكل الشرق وكل شمال أفريقيا بالحقيقة وكل دول أوروبا تمتد كل هذه المملكة أو الامبراطورية الرومانية تمتد لهناك وفاردين اللغة معينة اللي هي اللغة اليونانية لكل الناس من هذا لاحظ معي الآن يا أحباء المسيحين هاي بين هللين لما أجى يسوع أجى بالوقت المحدد لأنه كان في سابق الامبراطورية الرومانية كان فيه الامبراطورية اليونانية وشو عملت الامبراطورية اليونانية الامبراطورية اليونانية نشرت اللغة لأنه اليونان يحب الفكر أعظم إله اليونان هو اللوغوس الكلمة لكن الرومان ما بيحبوا الفكر تمتلك اليونان التمثال طبعه هو المفكر اليوناني بيعبد المخ لكن الروماني بيعبد العضلات عشان هيك بتشوف شاهدت مثيل الرومانية كلها زنود وعضلاته وعملوا ألعاب أولمبية وكلها والذي عملوا أيضاً الرومانية عملوا طرقات عملوا أوتوسترادات زبطوا الزبطوا الطرقات وعملوا مباني وقلاع وحروب عسكر كان الرومان لكن اليونان كانوا دماغ ولاحظ الآن توحدت اللغة وصار في طرق وفي هذا الوقت اجا يسوع نلاحظ الآن لو ما كان في لغة معروفة للإنجيل ما كان انتشر وشان هيك نكتب باليوناني من كل الناس تقرأ يوناني أليس هذا رائع وانتشر بسرعة عملونا الطرقات حتى نستعملها أنا بآمن كل ما يفعل في هذه الأمة العربية الآن هو من أجل انتشار الإنجيل هاللويا أرابعاً بحضر هاللويا هاللويا أرابعاً بحضر أنا أقول اخترعوا الساتليت كرمالنا هاللويا أمين نعم لا يوجد شخص موافق يعني مظبوط أمين ثم أمين نلاحظ مع الآن يا أحبائي واحد يرفض هذا الاحتلال اسمه سمعان الغيور يرفض الاحتلال مناضل ضد الاحتلال لكن مع كل الاحتلال في عملة دائماً هيك لأن الاحتلال ما رح يقدر يظبط إذا ما في ناس بقلب الأماكن أو بقلب البلدان تتعامل مع هذا الاحتلال وبالمقارب بالمقابل شو بتاخد تاخد مناصب تاخد مال وبتكون عميلة بتقمع الشعب وبتكون عميلة مشان هيك كان في ملك يعين من قبل الإمبراطور روما لا يحكم على أورا شليم أو على أراضي المقدسة باديك الوقت ومع هذا الملك في آلات لهذا الملك وهي جيوش خاصة مدعومة من روما طبعاً حتى ليقمعوا أي مظاهرة أي يقمعوا أي شيء أي إعلان ضد ضد رفض كانوا يذهبوا ويكتبوا على الطرقات بالسبريك شعارات يعني تريد أنهم يأتيوا ويطرشون هؤلاء المولاد ما هيك و يعني بدك تتخيل معلين تتخيل واحد من الأشخاص الذين تقاوم هذا الاحتلال يعني اللي رافضين كلياً أنه يحكموا من قبل روما ما هيك كان سمعان الغيور هو واحد من تلميذ الرب لكن بالمقابل كان في واحد تاني من تلميذ الرب اللي هو عميل لهذا الاحتلال يدعمته ما كان يشتغل كان هو اللي بلم الضرائب عرفتني كيف من الناس لا يعطيهم لمين لروما بس طبعاً عنده برسنتاج كذلك كان جبات الضرائب كان أبشع نوع بشر أكثر الناس كانوا لم يطئون بأيام يسوع كانوا جبات الضرائب والزنات يعني تخيل مقارنة جابي ضرائب مثل هذا قال دخل واحد قال وصلى قال كان في الريسي عم بصلي لحظ يسوع عم يعطي مثل وعن فرجيك قديش بشع جابي الضرائب قال دخل وصلى وقال اللهم أشكرك لأني لست مثل هذا البلأ خلاق جبات الضرائب لست مثله هذا الوقح كيف فات أصلاً قال أعيني فوت يا عب شوم عليك يا موالي بيع البلد هذا الاحتلال الروماني لماذا تضحك؟ دعوكم هنا كيف حالكم السياسي؟ دعوكم هنا خبرك الآن شيء كان يحدث في هذا الوقت يا أحباب ولست أنا مثل هذا أنا أعشر وأنا أصلي قال لكن جابي الضرائب كان يقرأ على صدره وأقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ قال هذيك طلع مبرر لكن الفريسي خرش بخطايات بمعنى آخر يسوع ما بهمه الآن بأي طرف أنت موجود الآن يسوع ما بهمه شو ما أنت الآن يسوع يدعوك الآن أنت كن موالي لالله هاللويا مجدا مجدا ليسوع نلاحظ كان قاطع من أمام مكتب جبات الضرائب أنا بتخيل أنه كان فيه قدام مكتب جبات الضرائب سطل للناس كلما تقطع لأنه فيه ناس كلما يأتي هناك بس بها تقطع بدأ التف عادة هيك كلما يطلع هناك عفوا ما هيك ما بتقول عاب ياخدوا مصرياتنا طيعتون لروما تجيب الجيوش أكتر وتقمعنا يا لهؤلاء الخوانة تخيل الآن واحد منهم سمعان يعني فيك تتخيل كثير منيها الأشخاص واحد منهم سمعان الغيور ينتمي إلى حزب يريد أن يتحرر من تغيين روما بده حكومة مستقلة يتحرروا يريدون الحرية والسيادة والاستقلال لكن هناك ناس مستفيدة من روما هناك ناس تصير تبكي بلس روما مدفل لأنه إذا أنت فقلت ماذا يريد أن أفعلني ناجب ماذا يريد أن أفعلني وزير ماذا يريد أن أفعلني؟ لا أرجوك أنتم ماذا فهمين؟ ما الوضع الإقليمي؟ دعونا نخرج منها بسرعة دعونا نخرج منها واحد من المستفدين من روما كان ماتا لكن يا لي روعة هذا الأمر يا أحبائي أنه ماتا كان يحتاج إلى فرصة ماتا كان يحتاج حدا يعطيه فرصة 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 عنده كل شيء كجابة ضرائب يا أحبائي في هذا الوقت يعني تقول أنه نايم تقول أنه رئيس بلدية تقول أنه شخص مسؤول شخص مسؤول بالمنطقة معروف كليا يمشي باديجاردية حول منه عنده بيت معروف ومحمي من قبل السلطات روما ومحمي الزيادة عن الزوم لأنه هناك مصاري معه عنده جاه مال لربما نساء عنده كل شيء عنده كل شيء لكن لا يملك شيئا حاللويا يا أحبائي إنما الكتاب يقول نحن كفقراء لا شيئا لنا لكننا نغني كثيرين هاللويا هذا المتة يا أحبائي كان بيعرف أنه مكروه من كل الشعب وكان بيعرف أنه حتى اللي هن حول منه هن حول منه لمصلحة بالحقيقة ما بحبوه كان يبحث عن أحد يحبه حقيقة يبحث عن أحد يحبه لا لأنه بده منه منصب أو لأنه بده منه واسطة يوظف ابنه بشي دولة من محلية الدولة يعني من الدوير الحكومية ليس ريكد وراها بمسح جوخ لا لا ريكد وراها لأنه يحبه ما بده شيء منك ماتة ما بده شيء منك يا ماتة وكم هناك في أشخاص عنده هكذا مصالح يا أحبائي تتبعك نهار اللي بتكون مصلحته معك فجأة اللي بتبطل مصلحته معك تتبع أحد آخر كم في هيك أشخاص وأشخاص اللي حاول ماتة كانوا هيك كتار وأنا براهن أنه ماتة كان بتعبين من هذو الأشخاص بتعميهم بسقيهم هني بزقفولوا هني اللي بيقولولوا بروح بالدم نفديك يا ماتة جمعتوا بديك تعرف مين ماتة ماتة لم يكن إنسان عادي في المجتمع كان عنده ناس دائما حول منه كان في دائما ناس بالدق على بابه أكيد عنده سكرتيرا تخذ منه كل شيء ماذا يريدك؟ ماذا يريدك؟ بيوصل بالليل هلكونا هذول يا خي هذول وعنده أموال وعنده كتير ناس بتتحكي معه لأنه عنده وصول قادر يوصل قادر يوصل قادر يوصل للملك والملك قادر يوصل للممثل مستشار الإمبراطور المسؤول عن هذه المنطق اللي كان وقته كوندليس رايس أفض نفس الشيء عنده وصول وفجأة يا أحبائي الكتاب يقول بأن يسوع كان قاطع من قدام جباة الضرائب وتقابل مع متة ما الذي يجعل يسوع يقطع من هناك؟ يبحث عن متة ربما أنت هيك تتخبط تملك كل شيء لكن تعبان من هذا الدنيا كل ييتها عندك كل شيء مش بحتاج لشيء كنت شاعر أنه في كتير ناس حول منك بيقولوا أنه بحبوك لكن أنت بتعرف أنه كل ييتهم عايزينك عم تدور عن عن جد حدا يحبك خليني أقول لك الآن اسمه يسوع وبيحبك كتير كتاب يقول له متة اتبعني هذا كل ما قاله يسوع ومثل ما قالت لك الآن القاسم المشترك بين كل هيدون الاثناشر تلميذ اللي كانوا ورا يسوع كانوا أتباع الكلمة اللي قالها يسوع للاثناش اتباع الميزة التي تميزهم جميعا أنهم كل ييتهم أتباع الرب يبحث عن أتباع الكتاب يقول يا أحبائي أتباع ما تناطر هذه الفرصة متة قاعد كالكولاتوريس قدامه كمبيوتر على ثاني مالي والناس وقفة بالصف وعم بتسببوا بقلبها بس عم تتحكلوا بعيونها حاملين كل واحد ضريبة هذا اللي عنده منشرة جاي يدفع الضريبة هذا جايين كلهم يدفعوا التفق وقفة وهو قاعد هك تان وخمسين وعم بيعد بهالأموال والنقود عم تنرمى قدامهم هك ومشغول متة معجوبات الضرائب قدام المكتب تبعوا لمتة وفاكسات عم تطلعوا متة مشغول وفجأة في وسط هذه المعمة الروتين طبع متة اليومي اللي كل يوم بيشوفه كل يوم كل يوم كل يوم عنده كتير مصاري صار يمكن يكب مصاري واللا رح تشوف سمع أحد عم يعطيه فرصة متة اتبعني يا حبيع الكتاب ما قال خليني فكر فيها بلك بسكر المكتب بفتح بفتح شي قطاع خاص بعمل بيزنس لقلي عندي مصاري استقيل من الدولة بستقيل من هالمنصب وبفتح لقلي قطاع خاص لكن الكتاب ما قال هيك قال في الحال متة ترك كل شيء وقام واتبعه في الحال عم تخيل متة في وسط هذه المعمة نظر إلى يسوع أنا أنا أؤمن يا أحباب أن متة سمع كثير عن يسوع بكل أنحاء المنطقة كل الناس كانت عم تحكي عن يسوع في واحد هون بيشف المرضى في واحد هون بيعمل معجزات في واحد هون بيعلم غير الكل شكله بده يصير الملك شكله عم يعمل بيان انتخاب جديد ما هيك في ناس يمكن هيك عم يجمع لقاله أتباع وين ما بيروح الناس بتتبعه بيقولوا أنه بيشفه بيقولوا أنه بيحكي أشياء ولا في الريسة ولا واحد منا بيقدر يحكيها بيقولوا عنه طيب بيساعد الناس وبيحب كل الناس اسمه يسوع وكل يوم كان يقرأ متة الجريدة يفتح واليوم صرحها يسوع أخبار يسوع تصلق كل يوم بعد يوم بعد يوم وكان بقلبه متة عم بيقول ياريت أنا بيجيني فرصة ياريت أنا بيجيني فرصة أنا بدي هيك أنا بديها اليسوع ماذا عنك اليوم أنت في معمعة هذه الحياة في فرصة لك اليوم اتبعني أسمع صوت الرابع بيقول أشخاص كثير في هذه القاعة اليوم اتبعني ارمي كل شيء على جنب اتبعني في الحال في الحال ترك كل شيء وقام وتبعه نرى الآن الذي حدث استقرأ بمتة تسعة تسعة أي عشرة الآن وبينما كان يسوع متكئا في بيت مين مين يعني ليس بس تبعوا أعمل له حفلة قد ما فرح متى وطبعا متى بعمل تغير ما أنت هون يا أحبائي ولا لا إذا حدا هون قول هللويا أو شيء هللويا بس تأتكد أن أنت هون قالوا اتبعني قال قام ترك كل شيء اتصل بكل الناس حضروا لنا قاعدة جاي أنا ويسوع ما أعلم بلا شفر متبولة ويزبط الولد وبتعرف كل الجماعة صارت عم تشتغل جاي يسوع يزور متى ومين أصحابه لمتا جبات درائب وخطاط معي يعني بمعنى آخر قاعدين حطين قاعدة ووهد قاعدين كيسا كياباو في مسجلة ماشي جايي تسا حا حفلة يعني حفلة يعني قالوا يسوع يا أحبائي كان متكئا اخذ كل راحته ببيت الخاطي متى اخذ كل راحته هوني لدرجة عم بتخيل سمعان الغيور أنا فوت لعند العميل أنا هذا الزلمي كنت لما كنت بالحزب قبل قالولي اختاله يعني هلا هذا كان مطلوب راسه هذا كان لازم نحنا كل ما نشوفه ايه لو بس ما بيزيحوا عنه البديجاردية كنا ما ندعوسه هلا أنا فوت عبيته واكل عنده مهلا مستحيل مستحيل أليس هذا رائع بالمسيحي أحبائي هالمجموعة اللي كانت معه جيب واحد حزبي وجيب واحد خين وحطهم مع بعض أليس هذا رائع ولكن الحال أنك تحب كما أنا بحب ما يجعل يسوع يوحد هادول ويغيرهم كان بيحبهم كان بيحبهم وفي بعض الأشخاص لما تنظر إلى خدام الرب هذه الأيام يفعلون بعد ما يفعلون ببال شون تقدو كيف بيعمل هيك كيف بيروح لهنيك شو مصير معه يحب يحب يرعى يهتم يهتم يسوع كان عنده أصدقاء لكن كان دائما يحب ويرعى يهتم في قلب بيت متى قاعدين جوبات الضرائب كلهم ومش فاهمين يسوع يعني أتخيل الأسيس يسوع قاعد بيناتهم وكل ياتهم أيوة يسوع خبرنا شي خبرية من خبرياتك لهم هدول ما بيعرفوا شو معناتها أنه هو يعني أنه رجل دين في ذلك الوقت ما بيعرفوا شو معناتها مش مجربين هيك شي هذول مش رايحين على الكنيسة للمرة هذول أشخاص ما بيعرفوا شي هذول أشخاص مش مثل عندهم خلفية كانوا تلميذ يوحنى يعني مدمنئة تباعية غيروا طايفة من اليوحنانيين لليسوعيين لا 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 ما كانوا هيك هذول أشخاص ما بيعرفوا شي عن الإيمان كل اللي بيعرفوه أنه نبدون حدا يعطيهم فرصة قال يسوع قعد معهم ومتكئ معهم أسار لا إشمئ زاز المجتمع لاحظ لين هذه الكلمات قال وعندما رأى الفرسيون ذلك قالوا لمين لمين لاحظ ليش ما قالوا له لا قالوا لأنه كانوا عارفين أنه كل كلمة بيحكوها رح يهبجون لاحظين معي لأني أحبائي نقوا بتعرف ليش قالوا للتلميذ لقلولوا إن شفتم معلمكم هذا التابعين وإنتوا هذا تركتوا كل شيء ليك وين وليك خاين واحد ليك شو قالوا لا فقالوا لتلميذه لماذا يأكل معلمكم مع الجبات والخاطئين بمعنى آخر ليش معلمكم قاعد مع الخوانة ومع الخطاط سؤال كتير حلو لمين هذا السؤال لاحظ الآية 12 قال واسمع يسوع كلامهم آآ راحوا تلميذ قالوا له يسوع في فرسية وقفين برا وكانوا طبعا ما بيقدروا يفوتوا على بيت متى لأنه يتدنسوا يتنجسوا ما بيقدروا يفوتوا لهونيك فهم طبعا مختسلين هن أبرار عندهم برزاتي مستحيل أنا حبطنوا دا خيلكم هبشون أبشون بصليف بصليف بلاد بيرا وبعيد , باسم يسوع وفي مبرة أربعة خمسة حصلوا أل سنة هو باسم يسوع. انتهر كل أرواح خواني وجوبية الدرائب باسم يسوع. ولكن يسوع أجابه ليس الأصحاء هم المحتاجون إلى الطبيب. بل المرضى. اذهبوا وتعلموا معنى القول أني أطلب رحمة لا ذبيحة فأني ما جئت لأدعو أبرارا بل خاطئين. أريد أن أسألك سؤال الآن يا أحبائي. من هم المرضى ومن هم الأصحاء. في ناس لما تقرأ هذه الأي تفتكر أنه يسوع بيحكي أنه هدول جوبية الدرائب هن المرضى وهدوك أبرار طب. إذا كانوا أبرار كان مفروض أن يسوع يقبلهم ما يبهدلهم. صح؟ قال ولكن قال إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفرسيين. الحق أقول لكم إنكم لن تروا ملكوت السماوات. صبح بالنسبة لقاله هذا البر مش بر هذا بر ذاتي صحيح مش بر حقيقة. إذن مين كان المرضى؟ الفرسيين. يا أحبائي لاحظ. مش بس هيك. قاموا فلوا طبعا غطبانين الفرسيين. فتقدم تلميذ يوحنة. بعتوله الآن أشخاص قال لكل بيعرفوا يتعاملوا معهم. وواحد منهم كان مع هدول. اسمه إندراوس كان مع تلميذ يوحنة. قال روحوا حكوه معهم هؤلاء الشباب أصحابكم هؤلاء الطايفة هؤلاء. شوفوا شو قصتهم. يسألونه لماذا نصوم نحن والفرسيين ولا يصوم تلميذك. صار في حلف فرسي يوحنني. بعد ذلك الوقت. أتباع المعمدان وأتباع الفرسيين يتحالفون ضد تلميذ يسوع. يا أحباء التدين ما بياخذك على محل. إذا ما فيك بقلبك رحمة لا ذبيحة عبثا تعبدونني وأنتم تعملون وصايا الناس وليست وصايا الله. قال اذهبوا وتعلموا معنا القول إنني أطلب رحمة لا ذبيحة. بمعنى آخر شو بهمني أنك تجي تعبدني وتسبح لقلي وتقدم لقلي وتقعد كل نهار تصلي لكن بقلبك ما في رحمة. لأنه النص طاعة هي ليست طاعة أطلاقا. لأن طاعة مؤجلة ليست طاعة أطلاقا. إنني أطلب رحمة لا ذبيحة. والشخص الذي يريد أن يعيش مثل الرب يسوع المسيح أنه يكون بين أشخاص خطاط متكئ وقاعدوا إياهون. لا لأنه يحب الخطيئة بل لأنه يحب النفوس. يرحم. تعرف ليش يرحم أسألكم سؤال جميعا كم واحد كان يكون هنا لو ما رحمت الله. يجب بيش حدا نقول أنا الرب رحمني ماذا يقول تنسى بسرعة أنت اللي الرب رحمك ألا ترحم غيرك أنت اللي الرب تعمل معك ليش هلقد تقصي قلبك ليش صرت ناموسي ليه هيك صرت عرب يبحث عن أشخاص مثل متة خاطئ يعني أنا عاب بسأل نفسي هذا السؤال كيف أنه متة لحق ما في مين بيعرف أنه بوقتها ما كان في سلولير على حد علمي ولا فاكس ولا إيميل كيف لحق متة راح من المكتب أعرفنا كيف ووصل على البيت لقى الطاولة ركبة أنا أقول لك أصلا كانت تكون ركبة كل يوم على كل أحوال مظبوط معاودين منخلص الشغل يلا شباب روحوا نقو وين اليوم عند متة بيعادوا يلا عابي له هالكيس خي شراب بتنسى بيك بالطاولة أصلا ويسوع مين يسوع قاعد معهم والفرسيين تخيل تخيل الفرسيين أصلا شايفين يسوع بيمشي همتة بحق بحق زيت أوكم سأقول بقى هل يتحيل مع روما ليعمل ملك ماذا في براسه ماذا يريدون هل يترشح على نيابة ويعمل نيب عن الطايفة اليسوعية لذلك الوقت كان في كوتا طايفة جديدة تقل في قلبه رحمة ويحب هذا الشيء اللي أنا وياك ما بنعرفه كثير يحب كل الناس يحب الشكاك يحبه يحب الأزعر يحبه ما بيحب زعرانتو بس بيحبه ما بيحب شكه بس بيحبه يحب المتدين ما بيحب تدينه بس بيحبه يحب الشخص الكتابي ما بيحب نموسيته بس بيحبه يحبه يحب الحزبي ما بيحب حزبيته وتحزبه والعنف اللي فيه والغضب والمرارة لكن يحبه يحبه هيدول بس بيحبه ويبحث عنه ويريد أن يقول له اتبعني اتبعني وبتعرف شو يا أحبه الكتاب يقول بينه كالتلميزيا سوع كانوا من هيك خلفيات وإذا بتطلع وتشوف أنه في واحد بس كان عنده خلفية في الريس هو يهوذ وهو طلع الخاين هل هي هذا غريب عندما ندرس عن يهوذ ستكتشف أنه بالمنطق البشري الوحيد الذي يستحق يكون تلميذ ليسوع كان يهوذ إذا ندور المنطق البشري وحيد عندهم ميزات يا هو ذا يا أخي شو رسالة لألك اليوم يا أحبايا أنك تكون خاين لا وهتطلع اليوم من الاجتماعي هاللويا سنكون خواني مجدا للرب تتعلم سيليوم بتكون تكون فيم غلط رسالة يا أحبايا أنك ترى أنا فيه هكذا أشخاص تبحث عن حدا بحبه وتبحث عن الحق الذي يحر خانوا أقمع بعض بمحد الرب يمتلئ قلبك رحمة وتنزع عنك كل مرارة وحقد ربما أنت من السمعان الغيور وطني نعم يالي روعة هذا الأمر تلك هناك ميزة رائعة بالإنسان أن يكون وطني واحدة من الأمور اللي الله علمنا أن نحب أرضنا أن نحب وطننا أن نصلي من أجل الأرض التي نحن عليها أن نرعاها أن نهتم فيها أن نحب ها شيء رائع ميزة رائعة لكن لا تجعل هذا شيء يجعله تصير مرير حقود حاقد نعم يا سيد أني أعظمك لأن اليوم أنت عندك قوة أنك تغير من جابي ضرائب إلى البشير متى شخص يعلن بشارة أليس هذا رائعا يا أحبائي أليس هذا رائعا أنك تقرأ في كل إنجيل متى الكتاب الذي كاتبه متى بكل الإنجيل يعني المفروض أنه شخص مثل متى معروف بالمجتمع كل الناس تعرف مين متى كل الناس أنه المفروض أنه يأتي على ذكر متى بكل إنجيل متى يا أحبائي إذا تذهب تدور الآن تبحبش تلاقي كل مرة تحدث عن اسم متى تلاقي موجود ثلاث مرات هون مرتين ولصح العاشر مرة لما عدد أسام الرسل وما بتسمع شي عن متى هذا الشخص العظيم جاب الضرائب المعروف النايب بلدية أو مسؤول بالمجتمع صوره تكون بالشوارع عنده بدجاردية وحمات وناس أشخاص حول منه دائما وإطلع التلفزيونات بعد تصريح فجأة اختفى كتب كتاب ما جاب سيرة حاله ينبغن أنا أنقص هو يزيد ينبغن هو يزيد ليقى عشو عم بدور وجد الشي اللي عم يبحث عنه وأعظم تحول في حيات هذا رجل متى يا أحباء الله استخدموا بأماكن عديدة التاريخ بعلمنا بالعالم متى استخدموا رب بأفريقيا واستخدموا أيضا بكنيسة قرى شريم لكن أعظم أمر استخدموا فيه متى بأنه تدون الأحداث اللي صارت مع يسوع في كتاب وما كتب اسمه عليه ما قال من متى الرسول تلاحظ كيف يبلش وكيف ينتهي الإنجيل ما في ذكر لمتى حتى لما يذكر لك الأحداث بالبيوت لما كانوا يععدوا مع الرب يسوع الرسل ما كان يجي بسيرة حاله أنا أكيد كان فعال في وسط الجماعة الله يريدك أن تكون هكذا أيضا شخص ناكر لنفسك ما بدك شي يبقى شبعت مش حدا بقدر أقول أنا شبعت من هذا العالم شبعت أبحث عن شيء آخر اليوم حبي اليوم رب كلمني بشيء هام نيس نقول رب كلمني كيف رب يكلمك لما ستقعد معه ستعرف كيف يكلمك رب أنت تجوع وتعتش سمعني ما يقول لك لين للشيء الذي تحبه زمنات أو إلى الآن يعني نحن نأكل أكل ليس مفيد لصحتنا صح مظبوط ليس أحد منكم أكل يبلغس ويأكل زبدة وسمة ومقالة ونحب قصص نحن صح لكن نعرف أنه لا تفيد نحن أو نسميها جنك فود نأكل في المحلات نشرب كول وكل أشياء لا تفيدنا من نعملها نحب تصيرنا فقط نرى صح صح مظبوط في منكم هلأ تعمل هكذا هلأ بس جبت سيرتين لكن في جو قالوا لأنه هذا الأكل لا يفيد يعني وفجأة وفجأة سأضعوا لك فرريج مقلية من عند نصيف بميلة وضعوا لك بميلة ثانية صحن سلطة أخضر كم سأقول أنه يذهب على السلطة يعني عادة أنا أعرف أقوب عادة لا يحب يضيع وقته في قصص يعني يعني يفوت يغرب سلم الموضوع كون عمنا يكون عنده بس يقطع التابولي لا 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 أنتوا أنتوا كلون أشبعوا تابولي بس أنا ما هيك نعم لماذا عادة لا تصيرني هذه الأشياء مع أن أنا أعرف أن ما هذا تفيدني لكن لا تصيرني صح أم لا نعم تعرف أنت ستصير تصيرك نعم كم أحد من كم يحب الخبز الأمحة الكاملة عالتا أنت صرت تحبه تعرف أنت صرت تحبه لما بدأت تقول لا أنا أريد أكله وهذا مفيد لألي بعد فترة إذا تكمل تأكل عطول 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 تأكل دائما سلطة عطول عطول تصير و لما يحطون لك شيء لا تفيدك تصير مأز من صح تصير تطلب الأشياء التي تفيدك صح نعم الآن اسمعني ما أقول لك الآن هكذا أيضا نفسك عادة نفسك تجوع شخص كثير يحب رياضة يجد يحضر فوتبول نفسه جعاني لهذا شيء يحب الأخبار يحضر كل نهار واستقبل وصر حو ومعرف شخص شخص أحد ثاني يحب الشوپنج تلاقي هذا الموضوع يصير أحد يحب لا أعرف يمكن يحب الاجتماعيات تلاقي هذا الموضوع يصير لكن أبدأ أعلان أن أنا أدور أشيء الذي يفيد نهار أبدأ أن أبدأ أحب أن أقعد مع رب ومع كلمته أول مرة ستشعر بالصعوبة ستشعر لكن هناك ضهرة وكلمة رب هناك شيء لكن كلمة رب بعد فترة ستحب كثير قعدة رب وتحب كثير كلمة رب لدرجة أن كل الأشياء التانية تنزل ستشعر مصار وجه ولز وكل هذه الأمور شبع وبعدين تلمتل أنا أدور يا رب على شيء حقيقي وفي الحال تركك كل شيء وقام وتبعه عاطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي مات أجيء وأحذر فيه بيت الرب قاسم المشترك بين كل الأشخاص أحبائي اللي كانت أصدقاء مع الله داود كان صديق الرب إبراهيم كان صديق الرب موسى كان صديق الرب أخنوخ كان صديق الرب أشخاص تقرأ عنها في الكتاب المقدس كانت أصدقاء للرب نوح كان صديق الله كانت تجيب بسمة على وجه الله تعرف شو قاسم المشترك بين كل كانت تحب كلمته وتحب تعود معه بعد تكون صاحب للرب حب كلمته وحب تعود معه جائع يا رب أنه هذا الموضوع جائع لهذا الموضوع بلش نمي بحياتك هذا النوع من الجوع هذا الجوع يفيد طوبة الأشخاص يحب يا رب لأنا أصلي أخذ شخص لحدك يا رب أنا أصلي نزل كل واحد في هذه القاعة اليوم اجعلنا يا رب كامت نبيع كل شيء في هذا العالم نحب أرضنا طبعا نحب المكان اللي نحن فيه طبعا لكن يا رب أيضا ننسى أي جاه وأي وسط وأي مصلح على قلي يمكن فيه ناس أنت هون عم تدور على مصلحتك لربما أنه مصلحتك وأنه هنا أنا لا يا رب أنا لن أدور على مصلحتك أنا لازم اختفي مثل مت أنا لا أريد شيء لقلي يا رب أريد أنه مجدك أريد أعطيك المجد لا أريد مصلحتك أريد مصلحتك ملكوتك يا رب ازهقت ازهقت من هذه كل شيء تتكئ معي بالبيت يا رب أعد تعشى معك وانت معي يا أحبي الكتاب يقول أنا وقف على الباب أقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل أتعشى معه وهو معي لكن أنت ما رح تعرف تحب ولا برد إذا أنت ما حبيت بلدك اللي أنت فيه أصلا اليوم وأنا حيب باليوم نعمل عمل نبوي حب أن نصلي لسوريا وحب أن نصلي للبنان خذي دي شخص لحدك لأن يا رب الآن من بارك سوريا شعب وبلد وحكم بإسم رب يسوع منكسر كل أروح شريرة فوق سوريا ومنعلن سلطانك الآن يا رب أنك تصنع قوتك يا رب وعدلك في هذا البلد صلي يا رب أنك تصنع بركتك في سوريا أنك ترفع كنيستك جدا يا رب في سوريا أنك تعلن يا رب سلامك في كل أنهاء سوريا حمايتك قوتك على شعبك على كل ولادك يا رب نصلي أنك تخلص نفوس أنك تشفي مرضى صلي يا حبائي أنك تحرر المقيدين بإسم رب يسوع المسيح أشكرك يا رب لأن التاريخ يتحدث أنك أنت تلمس ذلك البلد بسمى بصلاوات شعبك بإسم الرب يسوع بإسم الرب يسوع بإسم الرب يسوع حللويا حيبطلو بنخينا شرب الآن نزل هذا العلم بليز لهون أشخاص اللي بدون نصلوا للبنان بديك تجي دق بهذا العلم تحط إيدك عليه تبلش نصلي مع بعض إذا ما فيك الدق بالعلم دق بخيك اللي دق بالعلم حطوا بالنص شرب الهون يقدم الدين كله إنت خينصلي للبنان الآن خينقول هالترنيمة مع بعض الآن فتحوا بليز فتحوا ما تخلوا هاك فتحوا 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 شباب شيلوا ويدكم شوي فتحوا دقوا فيه الآن حللويا يا رب نبارك لبنان الآن بإسم المسيح خلينا جميعا الآن يا رب سمحني عن كل مرة سبّت لبنان كل مرة سبّت هذا البلد كل مرة كفرت فيه سمحنا يا رب الآن بنبعد بركات الآن على أرضنا بإسم رب يسوع جميعا دون استثناء تعالوا خلينا نتحد مع بعض ذق بحدا تعال بليز ما تضل قاعد محلك لو سمحت كأنه مش فرقاني معك بليز تعوا بليز تعوا جميعا 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 حللويا 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 مجدد الآن تعال يا رب بروح البس أراضينا لبنا عشان يروح يا إله ما اروينا تعالى يا رب بروح البس أراضينا تعالى يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع منشوف حقك يا رب في لبنه منشوف حقك ويبهدنا ببركة وسلام بيدو ويملا يملا أراضينا منشوف منشوف حقك ويبهدنا ببركة في سلام يدو ويملا يملا أراضينا يملا أراضينا برورة بديت وروسة يا يسوع يا يسوع يا يسوع بركتك يا رب وعودة وحمية منشوف يا ببركة يا يسوع أراضينا كنونة بديت ونوسة يا يسوع ويبهدنا تكون وعودة محمية من بركة ما زمحنا هتعلي ويبهدنا يكون نوري حفرحت ظهورنا وبهشا ولوبنا تغنينا ما زبحنا هتعلي في بلدنا يكون نوري حفرحت ظهورنا وبهشا ولوبنا تغنينا إبلا أراضينا بنورك وبلدنا تكون بوعودك محمية متبركة إبلا أراضينا بنورك قضيت كنوس فنيا وبلدنا تكون بوعودك